السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك في هذه الحلقة سنتعرف على كيفية أو الكيفية التي نحدد بها مقطع أو كابل المناسب للتغذية الكهربائية انطلاقا من شبكة توزيع الكهرباء وإلى غاية لوحة الحماية الكهربائية شاهدنا معايير وعمليات تحديد مقاطع الأسلاك بعد لوحة الحماية الكهربائية أي في التركيبات الكهربائية الداخلية للمنشأة أو المنزل في هذه الحلقات طبعا وكالعادة لمن التحق بنا مؤخرا كلها وكل الحلقات المرتبطة بالشرح ستجدونها في وصف أو شاشة نهاية هذا الفيديو الآن سنشاهد كيفية تحديد مقطع السلك أو الكابل المغدي لنوحة الحماية أو المنزل أو المنشأة بالكامل بعد الفاصل القصير للقناة بسم الله الرحمن الرحيم أولا سأشرح أوضاع التغذية الكهربائية أو أسلاك الربط التي توجد قبل لوحة الحماية الكهربائية طبعا انطلاقا من الشبكة الكهربائية نمد الأسلاك إلى حماية العداد الكهربائي ومن حماية العداد الكهربائي إلى العداد الكهربائي ومن العداد الكهربائي إلى مداخل الفاصل الرئيسي أو لوحة الحماية الكهربائية كما قلت في هذه الحلقة سنتحرف على مقطع أو سمك السلك أو الكاب المناسب لنا على طول هذه التوصيلات يعني انطلاقا من الشبكة وإلى غاية مداخل الفاصل الرئيسي سنستعمل مقطع أو سمك السلك معين حسب الحالة التي سنشاهدها في هذه الحلقة يعني ما مكان الوضع في هذه التوصيلات سنستعمل سمك أو مقطع أو قطر السمك محدد مثلا إذا كان العداد يبعد عن الشبكة بـ 6 أمطار وهذا العداد يبعد عن الفاصل الرئيسي بـ 20 متر سنستعمل نفس مقطع السلك مع عداد يبعد عن الشبكة بـ 20 متر ويبعد عن الفاصل الرئيسي بـ 6 أمطار الأمر متساوي ووضعية العداد بين الفاصل الرئيسي والشبكة الكهربائية لا تهمنا إطلاقا المهم لدينا هو طول المسافة بين الشبكة والفاصل الرئيسي أو لوحة الحماية الكهربائية علينا تحديدها بشكل دقيق جدا حسن جدا هناك شيء آخر بالإضافة إلى المسافة بين الشبكة والفاصل الرئيسي هناك محدد آخر يتحكم لنا في تحديد مقطع أو سمك السلك وهو أكبر عيار لشدة الطيار في الفاصل الرئيسي يعني عندما نريد تحديد مقطع سلك التوصيل بين الشبكة والمنزل أو لوحة الحماية الكهربائية لابد لنا أولا من تحديد مسافة أو طول السلك بين الشبكة والفاصل الرئيسي وأيضا لا بد لنا من معرفة أكبر عيار لشدة الطيار يتواجد لنا في الفاصل الرئيسي الذي قمنا بتركيبه في لوحة الحماية الكهربائية انتبهوا جيدا أنا أقول أكبر عيار لشدة الأمبير موجودة في الفاصل الرئيسي وليست قيمة شدة الطيار التي قمتم بضبطها يعني من الممكن أن يكون الفاصل الرئيسي قمنا بضبطه على 30 أمبير عند عملية تحديد مقطع سلك المغدل التركيب بالكامل لن نعتمد على 30 أمبير بل أكبر قيمة موجودة في الفاصل الرئيسي والتي هنا هي 60 أمبير لأن 30 أمبير يمكن أن تتغير مع الوقت أو يقوم أي كهربائي بتعديلها وتصبح 60 أمبير لذلك نأخذ أكبر عيار موجودة في الفاصل الرئيسي وهنا طبعا هو 60 أمبير هذا واضح جدا الآن كيف سنحدد مقاطع أسلاك التغذية الرئيسية أو سمكها كما قلت حسب المسافة وحسب العيار ليس المسافة حسب طول السلك يعني يجب أن أكون دقيقا في بعض المفتاح حسب طول السلك الذي سأستعمل يجب علينا حساب طول السلك برقة بين الشبكة والفاصل الرئيسي وأيضا حسب العيار الأكبر لشدة التيار بالأمبير الموجود لنا في الفاصل الرئيسي والذي هو موضح في هذا الجدول الذي أمامكم كما تلاحظون هنا في هذه المربعات التي هي بالأخضر يوجد لدينا مقاطع الأسلاك بالميليمتر مربع مقطع 10 ميليمتر مربع 16 ميليمتر مربع 25 ميليمتر مربع ومقطع 35 ميليمتر مربع وهنا في هذه المربعات البرتقالية يوجد لدينا أكبر عيار لشدة التيار في الفاصل الرئيسي وفي باقي الخانات أو المربعات الأخرى يوجد لدينا أكبر أو أقصى طول مسموح به حسب أو بالاعتماد على مقطع السلك حتى لا ينخفض لدينا الجود بنسبة أكبر من 2% المهم سأبدأ بالشرح مع الفاصل الرئيسي أكبر عيار لديه هو 30 أمبير إذا كنا سنستعمل مقطع 10 ميليمتر مربع فأقصى طول مسموح به هو 34 متر وإذا كانت المسافة أكبر من 34 متر يعني مثلا 35 متر أو 40 متر فلابد أن نستعمل مقطع 16 ميليمتر مربع وإذا كانت المسافة أكبر من 55 متر إلى غاية 85 متر سنستعمل مقطع 25 ميليمتر مربع مع هذا الفاصل الرئيسي الذي أكبر شدة طيار موجودة عليه هو 30 أمبير ننتقل إلى مثال آخر لدينا هنا هذا الفاصل الرئيسي على سبيل المثال أقصى وأكبر عيار لشدة طيار عليه هو 60 أمبير كما تلاحظون مقطع 10 ميليمتر مربع ممنوع استعماله مع هذا الفاصل الرئيسي لذلك سنستعمل مقطع 16 ميليمتر مربع لكن في مسافة أقل من 27 متر وإذا كانت المسافة أكبر من 27 متر سنستعمل مقطع 25 ميليمتر مربع لكن في حدود مسافة 43 متر طول بين الفاصل الرئيسي وشبكة الكهرباء أظن أن هذا الجدوى الواضح جدا يعني لابد لنا في تحديد مقطع السلك الرئيسي التغذية بين الشبكة الكهربائية مرورا بالعداد وحماية العداد وإلى غاية لوحة الحماية الكهربائية لابد لنا من معرفة أكبر عيار لشدة الطيار موجودة لنا في الفاصل الرئيسي وأيضا لابد لنا من قياس مسافة أو طول السلك الذي سنقوم بربطه بين الشبكة والفاصل الرئيسي حتى نقوم بتحديد مقطع السلك بدقة يمكنكم أخذ لقطة شاشة لهذا الجدوى الذي أعتمد عليه أنا شخصيا وسأقوم أيضا بنشره في منتدى القناة لمن يريد الاطلاع عليه سيبقى في أرشيف المنتدى أظن أن الشرح واضح جدا على دوروفك في تحديد مقاطع الأسلاك الرئيسية للتغذية تركيب الكهربائي المنزلي أو منشأة انطلاقا من الشبكة الكهربائية إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكركم على المشاهدة دمتم بخير وإلى اللقاء